مرحبا فيكم برحبا ببرج الحمل اشتأهلكم طبعا خلينا نشوف قراءة شايفيتك من كل نواحي الحياة كنت كاتم بداخلك كنت عم يعني ما عم تعبر خلينا نقول مع انك انت من الابراج اللي بيعبروا اول باول اللي من الابراج الطيبين اللي بسرعة بيطلعوا اللي داخلهم ما عندهم اللي هو حقد او كزا كله بيطلعوا اول باول فلا شايفيتك هاد الفترة عم بتكون كتوم نوعا ما ولكن اخر الفترة رح تنفجر يعني انفجار من بعد صبر او من بعد كتمان كأنك بتحكي اسرار كأنك بتدافع عن حالك فاللي هي رح تنفجر بوجه الجميع يمكن. فخلينا هنشوف بشكل عام اول شي نشوف ازا بشكل عام لبرج الحمل كيف عم يكون بشكل عام حلو برج الحمل اه شايفة فيه نوعا ما عم بتعمل توازن او بتحاول انك توازن بين حياتك خلينا نقول عملية اه وحياتك العاطفية الحمل يعني كتير بياخد مجهود او بيعطي مجهود بالعمل. فشايفة انه عم بتحاول انك تعمل توازن اه يكون في عاطفة بالموضوع يكون في مشاعر اكتر فعم بتحاول انك توازن اه بين هدول الشغلتين. كمان الصحة يعني عم بتحس حالك انه شوي عم بتكون صحيا يمكن عم بيأثر عليك فعم تعمل اللي هو توازن مش بس بحياتك العملية والعاطفية لا كمان بال بالصحة. شايفيتك بتفتح يعني اه خلينا نقول بتفتح ابواب مسكرة كانت اه بوجهك اه عم تعمل اللي هو عم تغير علاقتك في الناس الناس اللي كنت تأمن لها الناس اللي كانت اه موجودة في حياتك اه كانت تصدر لك الاوهام او كزا عم تكشفهم اه او انت كاشفهم من اول ولكن عم تتزاكى عم اه تاخدهم على قد عائلهم اه بهاي الفترة لا بشوفك بتفتح اسرار بطلع اسرار اه اللي هو يعني كنت متحملهم هدول الناس بالزور ممكن يكون اه ع العمل او ع العاطفة اه او حتى من الاهل والاقارب يعني ممكن يكون اجتماعيا فعم تكشف اللي منيح عم تخليه في حياتك واللي مش منيح عم تطرده من حياتك عم تعمل اه كتير اللي هو اكشنز في هذا اله في هذه الفترة شايفة انه في اللي هو تغير كبير يعني مش التطورات اللي شوي شوي لا في مثلا مشكلة او شي انت بتتخيله انه هو سيء رح يكون اه بالعكس بصالحك اه رح شوي يعصف يعني اه على حياتك او رح تحس بالتوتر من ناحية هذا التغير ممكن يكون عمل على فكرة اكتر شيء اه ولكن هذا بالعكس هذا رح يفتح لك اه ابواب تانية اه يمكن عم تنفجر قلنا انه طاقتك انه رح تنفجر هاي الفترة وهون تكرر نفس الموضوع اه فيه اللي هو بوم خلاص يعني بطلت تتحمل عم تغير من وضع لوضع عم بتغير اه شغل لشغل عم اه بيكون في عندك اه فرص اكتر عم بتشوف اكتر لقدام عم تحسب الحساب للشيء قبل اه قبل ما ييجي. هون عم بشوفك كأنك كنت عم تستنى شيء كتير كتير عم بتفكر فيه بطريقة مش طبيعية عم بيكون اه طول الوقت شغل بالك في هذا الشهر خلاص رح تطلقه من طاقتك اه يمكن طاقة الغضب او طاقة الكتمان اللي قلنا عنها اه بس هون بشوفه عاطفي اكتر يعني هذا الكرت اه فكأنك عم تطلق الامور تخليها على ربنا من بعد ما كان يعني يسبب لك هذا الموضوع اجهاد او حزن او اكتئاب اه خلاص كأنه في صحوة مفاجئة كأنه في اه موضوع رح ينكشف فبالتالي انت رح اه تطلق الامور وما يعني ما تهتم خلاص اه ترمي كل شي ورا ضهلك. حاسب بشكل عام يعني من الاوراق برج الحمل بطل يتحمل الاشياء اللي كان يتحملها في السابق. فحاب بيغير باي وسيلة عم بيشوفه بيغير بالعمل بيغير بالا اه بالعلاقات الاجتماعية عم بيغير الاشخاص حتى اللي بيتعاطى معاهم من قبل اه من الناحية العاطفية بشوفك اه اه احنا رح نفتح للحياة العاطفية ولكن يعني ظهر هذا الكرت هون. فبشوفك لا في اجتماع مع الحبيب في تقارب بناتكم. ولكن في شي عم يمنع هذا التقارب. في حاجز معين. شايفي انه هذا الحاجز راح او عم يروح في هاي الفترة. لزلك عم تكون مرتاح اكتر من الناحية العاطفية. هون انا شايفي كل مفاتيح النجاح موجودة من عندك من اول يعني. موجودة عندك من من البداية دائما يعني. ولكن رح تستعملها كلها في هاي الفترة. شايفيتك متسائل كتير هاي الفترة. حياة جديدة. وكأنك كنت في سجن يعني في سجن من الافكار. وبعدين عم بتحاول تغير طاقتك. عم طاقتك عم تتغير من سلبية لايجابية. شايفي هون كمان شمس واللي هو وضوح جدا في الافكار من بعد يعني آآ من بعد حيرة من بعد آآ آآ محتار بين القرارات عم بشوفك بتاخد قرارات وما تسأل لا عن رئيس ولا عن آآ حدا ولا عن شي تاني. هذا الكرت مبين انه في كمان عاطفي آآ مبين انه في اختلاف بينك وبين الحبيب او ممكن تكونوا مع بعض ممكن تكونوا مفترقين بس الاكتر مفترقين عم بشوفك آآ يعني خاصة في تغيرات كبيرة بينك وبينه. ولكن الكرت طلع مقلوب فانت عم بتحاول انك آآ تشيل هدول العوائق عم بتحاول انك تقرب المسافة بين بينك وبين الطرف الثاني. فطاقة حلوة بالعموم. هون عم بشوفك آآ عم بتكون رومانسي اكتر اخر الفترة اللي هي ممكن شايفيتك عم بتصلح الامور شايفيتك عم بتقدم شي ممكن للطرف الثاني يمكن آآ بتقدم اللي هو اعتزار يمكن بتقدم هدية يمكن آآ حتى هدية ممكن تكون مادية ممكن تكون آآ رمزية آآ ولكن يعني تدفق المشاعر رح يكون كبير بهاي الفترة. هون بشوف البعض منكم عم بيدور على فرصة عمل عم بيغير شغله عم بيحاول انه يغير آآ يعني حتى لو كان فيه شركة او قسم او مؤسسة عم بيحاول انه يغير آآ من مكان لمكان اعلى وشايف هاي الامور يعني عم تمشي على خير. شايف الرئيس تبعك آآ او المدير تبعك عم بيغير الفكرة عم آآ بيكون اول شي كان آآ يعني حاطك آآ في راسه عم توصلوا اخبار عنك ولكن آآ عم تتغير هاي الافكار وعم بيعام لك بالآآ بعدل اكتر. شايف فيه توازن بالعموم من كل النواحي آآ ورق ايجابي بشكل عام. فيه شغلة فيه اخبار حلوة رح توصلك من ناحية العمل والمال. خلينا نشوف العاطفة مسلا. شوم لبرج الحمل. شو نخبي له هاي الفترة? الحمل الله يعينهم يعني سبع سنين وهم صابرين. يعني حوالي سبع سنين. في ناس اكتر في ناس اقل. فامورهم ان شاء الله رايحة الاحسن اتداءا من هاي الفترة اللي عم نفح عليها. ازان خلينا نشوف القراءة العاطفية. اول شي خلينا نشوف احلى كرت موجود انه فيه كارما رح تتحقق لك. فيه اللي هو الكون رح رح يكون فيه اتصال بينك وبين الكون وكأنك عم تعمل تخاطر كتير عم تكون روحاني عم تزيد روحانياتك في هاي الفترة. يمكن عم تسير متدين اكتر. يمكن عم تعمل هاي الفترة. عم تهتم من الناحية الروحانية. شايف انه اكتر من فرصة رح تجيك غير موضوع الكارما في عندك بالعلاقة العاطفية كارما. رح تتحقق يعني حسب انت شو شو حاطط في بالك. في ناس حاطين في باله مسلا كارما اللي هي رجوع الحبيب مسلا مع اعتزار مع تذلل مع في ناس يعني بنفسهم ان الكارما انه مسلا يخلصوا من الطرف الثالث في ناس فحسب الكارما اللي انت بدك اياها عم بتلف بتلف وبترجع لك يعني عم تحصل عليها. ولكن يعني بدها فترة بدها وقت. اه كمان بهذا الكارت عم بشوف انه عم بشوف حتى من الناحية المادية عم بيكون فيه تطور عم بيكون فيه تحرك. حياتك اه كلها عم تمشي يعني من بعد توقف من بعد اه ركود عم بيصير فيه تطورات من الناحية العاطفية ومن الناحية المادية. قلينا نشوف ما عم يطلع الكارت. هون عم بشوف طاقة اه برج الدلو. عم بتحاول اه طبعا حبيبي القراءة العاطفية ممكن تكون عبسية. عم بتحاول تتشافة من موضوع العاطفة وكأنه في حبيب غدرك او انت ما بعرف انت يمكن غدرت الحبيب ولكن عم بتحاول اه في النهاية انك تنسى هذا اه الشخص ولكن انا ما شايفة فيه يعني اه ما شايفة فيه ابدا ما شايفة فيه اللي هو اه تشافة شايفة في اه اجتماع بناتكم وكأنه من بعد اللي قلنا عنه الاختلافات اه بالورق اللي فات الاختلافات اللي بناتكم عم تتغير اه عم بتحاول انك تقلصها او تحل المشاكل اللي موجودة اه بشوفكم في النهاية متكافئين خلص يعني خلصتوا اذا كنتوا توأم شو علي يمكن اه وصلتوا وتقريبا لنهاية القصة اه اللي هي نهاية سعيدة بين عندي لانه هون تحتها بالزبط ايج عندك يعني اللي هو انتصار انتصار ممكن على الشخص التاني الشخص التاني ما عم يقدر انه يعيش بدونك او من هاي الناحية شايفة شايفة اتنين يعني شايفة اتنين اه من بعد علاقة ثلاثية شايفة اتنين الطرف الثالث عم بيطير عدين شايفيتكم التنين متل شخص واحد التنين وكأنك انت بتنتصر عالحبيب من خلال اعتزار او من خلال اه رجوع من خلال ارتباط فانا عم بشوف عم بشوف هذا الاشي في اه في الورا اه هون بشوف طاقة شوي الصبر اول الفترة رح يكون في عندك اه صبر معين بحب بحب ااخد كل فكارتين اللي فوق بعض لانه مش ما بيجو فوق بعض يعني اه صدفة لا عم بشوفك من بعد مشاكل من بعد ناس عم تحكي عنك من بعد اه عدائي يمكن بينك وبين شخص اخر اه عم بتكون انت الربحان او انت الربط من النصر عليهم على هدول الناس عم بيكون في عندك اه مساعدة من اله الكون عم بيكون في عندك اه روحانياتك هي شايفي ان روحانياتك اللي عم بتزيدها هي السبب في انك تنتصر او هي فاذا كان في عندك اه ادعية تدعيها كان في عندك صلوات انت استمر على هذا الموضوع انا شايف في فعلا في صلوات وفعلا في اه تقدم في النحية ال اله الروحانية بما انه فاتحين على التاقة العاطفية او على القراءة العاطفية اه فبشوف الدعوات منك اه ما بعرفة ايه الدعوات انه منيحة للحبيب ولا انها دعوات على الحبيب فبس بشوف انها بتتحقق شو ما كان شكلها بشوف انك رح يكون في عندك توازن بالمادة من بعد مع انه فتحنا على العاطفة بس طلعنا لانه كمان فلوس يعني كمان مال فعم بتكون لا يعني افضل ماليا او في وفرة مالية نوعا ما ولكن في اخر الفترة اللي احنا فاتحين عليها يمكن تكون مقدم على قرط يمكن تكون في عندك حق مع ناس ما رجعوا لك يا لسه في هذا الشهر يعني احتمال كبير انه يرجع لك حقق كمان مش من ناحية مالية بس لا زي ما ذكرنا قبل حتى من ناحية عاطفية عم يرجع لك حقق هون حكينا عن هذا الكارت اللي طلع اساسا هو مقلوب يعني بس هيك معناته انه في استشفاء من العلاقة في نوع من عمل توارزن يمكن بينك وبين لا بينش الطرف التاني وبين العلاقة السلاثية ولكن هو طلع مقلوب في فشل في هذا الموضوع وفي تأخير في هذا الموضوع فانت ما عم تستشفي ما عم تقدر تنسى الحبيب ابدا طول الوقت عم بتفكر فيه فشايفة للناس اللي بتستنى رجوع بالعكس في هدول الكارتين عم بشوف كتير فيه رجوع عم بتكون من الطاقات مائية نارية بشدة يعني وهوائية شوفوا الهوائية والترابية طالعة بنفس النسبة لكن المائية اكتر والنارية اكتر كتير يعني اغلبهم ناري وطبعا برج الحوت حبايبي برج الحمل خلينا نشوف ازا خلينا نشوف الاوراكل شو بتقولنا في هذا الشهر شو بتعطينا النصيحة يعني نفس اللي بيان بالورق انت فعلا عم تعمل هيك بيقولك يعني خلص اترك كل الامور على ربنا وانطلق وانت في المسار الصحيح بيان عليك في هذا الكارت كمان انه ممكن تكون مشهور او تسعى للشهرة ففعلا راح تحققها في هذا الشهر يمكن من خلال عملك من خلال اكتر بالعمل عم بتكون قدوة عم بتكون مثال شايفيتك حتى بالحياة الاجتماعية يمكن مش بس هذا الشهر يمكن كمان طاقة مستقبلية اكتر لان الطاقات يعني احيانا بتمتد اكتر من المدة اللي احنا فاتحين عليها فرح تصير مشهور عفوا خلينا نشوف اشي تاني هنا بيان عندك زي تخطيط لزواج زي يعني فيه فيه فرحة كبيرة ممكن تكون يعني هيك وفرة بكل شي عم بتكون بالمال عم بتكون بالعاطفة بالحياة الاجتماعية قلنا في البداية انت كنت عم بتحاول تعمل اه توازن بين كل هاي الامور فبشوف في هذا الكرت سيتأكيد او على هذا الموضوع انه فعلا رح يزير اه حياتك العاطفية رح تتحسن اكتر علاقتك مع الحياة الاجتماعية رح تتحسن فانت في تقدم ان شاء الله على كل الاحوال وفيه هون بشوف حصاد لمجهود انت كنت عم يعني عم طول الوقت عم تشتغل عليه عم بتشوف النتيجة في هاي في هذا الوقت اذا كنت مبلش في مشروع مثلا اه اليك فترة طويلة عم تشتغل عليه فالنتائج حلوة رح تكون في هذا الشهر اه مش قصدي اكتوبر قصدي يعني من منتصف اكتوبر لمنتصف اه نوفمبر لانه نزلنا احنا قبل لاكتوبر فبشوف كمان حتى في الحياة العاطفية الجهد والسهر والتعب النفسي اللي سبب لك ايات طرف التاني اه وكأنك عم تاخد حقك عم تجني ثمار في هذا الموضوع جني الثمار انا بشوفها اكتر يعني اللي هو التقاء بالحبيب شايفي فيه فرحة بهذا الكرت فيه فرحة رح تتحقق في شي انت كان ببالك عم تستنى لك فترة ولكن ما كان عم ييجي اه هون عم بشوف البعض منكم اللي عنده محكمة اللي عنده خاصة اه فيها اطفال اه او حضانة اطفال اه محكمة او قضية معينة اه كانت متأخرة لها فترة طويلة وانت تستنى في الموضوع شايفيتها عم تنتهي لصالحك عم بيصير فيه عدل بالموضوع رح يرجع لك حقك في هذا الموضوع فاللي عندهم قضايا في المحكمة يعني اه بشرة منيحة بشرة بشرة حلوة حبايك ببرج الحمل بشوفكم بالقراءة الجاي باي اشتركوا في القناة